اشتركوا في القناة هذه الصورة فيها اطفال يمارسون الرياضة في الغابة لماذا اختاروا هذا المكان؟ لان ليس فيه ازدحام ولان الارض طربة وهي افضل ارضية لممارسة الرياضة وكذلك لان الهواء في الغابة نقي وغير ملوث بما تصدره السيارات في المدينة والمصانع من دخان اذا الهواء ضروري لنشاط هؤلاء الاطفال اشرح لزملائك كيف يصل الهواء الى الجسم كيف يصل الهواء الى الجسم؟ يدخل الهواء الى الجسم عبر الانفي عندما نستنشقه لاحظ حركات صدرك وانت تستنشق الهواء عندما تستنشق الهواء ماذا يحدث؟ اكمل الجملة التالية عندما يدخل الهواء الى جسمي ماذا يحدث؟ لصدري يرتفع اذا اكتب هنا يرتفع عندما يدخل الهواء الى جسمي يرتفع صدري ما هي الاخطار التي تواجه هؤلاء الاطفال عند تواجدهم في هذا المكان؟ لاحظوا هذا المكان كيف هو فيه الاوساخ وهو ملوث فيه دخان ما هي الاخطار؟ اولا قد يتأذون بالاوساخ المرمية هنا مثل قطع الزجاج والقطع المعدنية ومختلف الاوساخ التي مليئة بالجراثيم الخطر الاخر قد يستنشقون هذا الهواء الذي هو ملوث وبالتالي يضرر اتيهم انجزوا ضع اشارة في على الصورة التي توفر لك الهواء النقي الصورة الاولى ماذا يوجد هنا؟ توجد حديقة فيها بحيرة وفيها اشجار وفيها مقاعد كذلك للجلوس اذا الجلوس في هذا المكان يعطينا هواء نقيا نستنشقه اذا اضع الاشارة الصورة الثانية يوجد مصانع تصدر دخانا اسودا ملوثا اذا لا تعطينا هذه الاماكن هواء نقيا بالمناسبة انظروا الى هذه الجهة من الصورة وفيها طاحونات هوائية هذه الطواحين تصدر لنا الطاقة الكهربائية وهي مفيدة جدا هذه الطواحين حيث انها تصدر الطاقة الكهربائية دون نفايات تلوث الجو الصورة الثالثة مدينة فيها سيارات وفيها اكتظار والسيارات عندما تكون كثيرة تصدر غازات وانبعاثات لهواء غير نقي تطرحه محركات السيارة اذا الصورة التي فيها الهواء النقي هي هذه تعلمت اتنفس باستمرار بادخال الهواء النقي الى جسمي فيرتفع صدري ثم اطرحه فينخفض صدري وحافظ على صحتي بتجنب اللاعب حيث الهواء الملوث وحيث توجد الاوساخ شكرا على متابعة هذا الفيديو الى اللقاء الى فيديو اخر